يحتفل بنك أبوظبي الوطني اليوم بعيده الأربعين من العمل في السوق المصرية حيث أعلن عن استراتيجية لصنوات الخمس المقبلة والتي تركز على نموذج عمل مطرفي حديث وتوجيه العمولات الأجنبية إلى السوق المصرية وكان بنك أبوظبي الوطني قد افتتح فرعه الأول خارج الإمارات في مصر عام 1975 وكان أول بنك عربي يدخل السوق المصري ويوظف البنك حاليا أكثر من 700 موظف عبر شبكة من الفروع وأجهزة صراف الأهلي في جميع أنحاء مصر